تحية طيبة للجميع لكل أوفياء القناة نمسي عليكم في هذا الفيديو الذي لن أقول بأنه تأخر ولكن جاء في الوقت المناسب إنما على العسر اليسرى كما يقال والصبر مفتاح الفرش وأنا انتظرت على عكس عدد كبير جدا من الناس الذين اختاروا الخروج والحديث وأيضا ما شاهدناه من هيجان ربما على منصات التواصل الاجتماعي بالحديث على أن جامعة في طريقة للاستغناء عن المدرب وحيد خليل زيتش وحيد باي باي وحيد انتهى مشواره مع المنتخب وحيد لن يقود المنتخب في مونديالي قطار وحيد انتهى شهر العسل الذي يربطه بالمنتخب الوطني بالجامعة المغربية لكرة القدم إلى غير ذلك من الأمور التي شاهدتموها وتبعتموها وحتى من كان يوصي ببقاء المدرب بعد الانكسار والإعصار الذي أصاب الكرة الوطنية في كاسلومم الأفريقي هناك بالكاميرون ذهب وعاد وصحح رأيه وبدأ يتحدث عن ضرورة رحيل للناخب الوطني كل هذه الأمور تبعتموها أكيد وكنتم تنتظرون النتيجة النهائية أن تخرج يوم الاثنين ولم تخرج ولكن بعد ساعات قليلة كانت هناك ندوة صحفية للسيد الرئيس الجامعة الملكية المغربي لكرة القدم فوزي القجاع الذي أراد من خلالها توضيح عدد من الأمور وقال لا للشائعات نعم للوضوح نعم للصراحة بحديثه عن الناخب الوطني عن المنتخب الوطني عن مستقبل مجموعة من اللاعبين الذين صاحت بأسمائهم الحناجر التي ملأت المدرجات خاصة في موقعة الدار البيضاء في اللقاء الذي جمع المنتخب الوطني بالكونغو الديمقراطية والذي تأهلنا من خلاله لمونديال قطر 2022 سيد القجاع تحدث بصراحة عن المدرب وحيد خليل وزيتش ولكن بقيت بعض الأمور مبهمة يعني من ضمن ما قاله بأنه بداية قبل الحديث عن الناخب الوطني ولكن تحدث عن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصنيف الذي يحظى به على مستوى الفيفا تصنيفه الذي منحه القبعة الثالثة في المونديال بتواجد وضرب المثال بمنتخبات من العيار الثقيل أكيد منتخبات أمريكا الجنوبية وما أدراك ما منتخبات أمريكا الجنوبية كبار آسيا كبار أفريقيا كبار أوروبا أيضا وبالتالي قال بأن ذلك أمر يشرف الجميع وبالفعل المنتخب الوطني المغربي شئنا أم أبينه تحسن أداؤه في السنوات الأخيرة تمكن من التأهل لمونديال روسيا 2018 يحسب للجامع هذا الأمر تأهل أيضا للنسخة الثانية على التوالي لمونديال قطر المرة السادسة في تاريخ المنتخب الوطني على العموم أمر جيد وممتاز لكتيبة أصود الأطلس ولكن في نفس الإطار كان لابد من التطرق إلى مدرب المنتخب الوطني كان هناك بعض الأمور التي لا بد من التوقف عندها بعيدا عن مصار المنتخب الوطني قبل سنتين والذي تم فيه اختيار المدرب البوسني بعد رحيل الثعلب الفرنسي كان هناك بعض الجمل التي قال فيها بالحرف سيد فوزي القجاع حين يتعلق الأمر بالفريق الوطني لا يهم موقع الأشخاص سواء تعلق الأمر بوحيد أو حتى بالقجاع نفسه وبالتالي هذا أمر هام وهام جدا أو حتى طاقا وحيد قال أيضا التغيير في مصلحة إن كان في مصلحة المنتخب فهو سيكون بغض النظر عن الأشخاص لا يهم الشخص بقدر متهم مصلحة المنتخب الوطني لكرة القدم وهنا يعني نتحدث عن أمر مبهم نوعا ما لأنه في نفس المقال تحدث وقال بأنه جالس وحيد خليل وزيج في الثالث من رمضان قبل أن يذهب في رحلة لرؤية أسرته في إجازة ستنتهي في الأسبوع الأخير أو في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وارك وسيعود للمغرب لكي يسطر البرامج الإعدادية أكيد مع المنتخب الوطني فهنا نتحدث عن أن باب العودة للمنتخب الوطني وقيادة المنتخب في المونديال لا زال مفتوحا أمام وحيد خليل وزيج ولكن في قراءتي لتصريح السيد فوزي القجاع أعتقد أن الأمر مشروط مشروط كيف؟ أنه إذا أراد أن يستمر في تدريب المنتخب الوطني فعليه أن يقبل بعودة العناصر المغضوب عليها ويتعلق الأمر بكل من زياش نصير مزراوي بدرجة أو بحدة أقل حمد الله لأن وحيد لم يلتقي حمد الله لم يعسكر معه حمد الله لم يلعب معه ولو حتى ثانية وبالتالي هو سمع ما سمع عن حمد الله وأخذ قراره بأن لا يستدعيه للمنتخب الوطني بناء على ما صدر من اللاعب بان المعسكر الإعدادي الذي سبق كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر وتعرفون القصة الكاملة لا داعي للعودة إلى تفاصيلها فوكأننا اليوم أمام هذا الشرط لأن رجل أتحدث عن فوز الإقجاع دقيق يعني رجل دولة لا يهرف بما لا يعرف يتحدث ويعي ما يقول يقول أننا جالسنا المدرب فتحنا كل الملفات تحدثنا عن المعسكرات الإعدادية التي ستكون في قطر أو معسكر إعدادي تحضيرا للموديال أكيد تحدثوا عن هوية الخصوم التي سيواجهها الأسود بعدما أن أفرزت القرعة مواجهات حارقة مع كل من كرواتيا وبلجيكا وكندا في المجموعة السادسة أمور كثيرة جدا أكيد تم تطارق إليها حصيلة المنتخب المتعلقة بتصفيات المؤهلة لكأس العالم المباراة الحاسمة المصرية التي كانت أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في كنشاسة وفي الدار البيضاء الأداء في المبارتين معا كتكون أمور كثيرة يعني على طاولة النقاش ما بين المسؤول الأول في جامعة الكرة والناخب الوطني حديث فوزي القجاع كان واضح أيضا في أمرها مهم جدا أن الجماهير استغربت بالنظر للأداء المسجل في مباريات كاس المهم الأفريقية في الكاميرون من طرف الأسود كان أداءا باهيتا نوعا ما الامتحان الحقيقي كما يجمع الجميع كان أمام المنتخب المصري وخرجنا بخفاي حنين يعني لم نقدم ذلك الأداء المرجو على الرغم من أننا تقدمنا في الدقائق الأولى بهدف من ركلة جزاء بمهارات فردية من حكيمي ترجمها سوفيان بوفال في شباك المنتخب المصري ولكن رغم ذلك لم نستغل هذا التقدم لم نمارس الفعل انتظرنا ردة الفعل كانوا مجموعة من الملاحظات حتى أن الجمهور بدأ يتفاعل مع الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية بالحديث عن ضرورة إعادة مجموعة من العناصر إلى المنتخب الوطني وحتى أن من يتواجدون في التشكيل الرسمي أو في بنك البودلاء منهم من لا يستحق بما أن حتى السيد الرئيس الجامعة أكد على أن العامل الحاسم من أجل أن تحمل القميص الوطني هذا المنتخب المفتوح أمام الجميع هو فقط التنافسية والإضافة التي ستقدمها لكتبة أسود الأطلس وبالتالي قال بأنه كان لا يمكن الحديث عن هذه العناصر وعودتها ابان فترة التحذير لمباراة مصرية وحاسمة وفاصلة في المونديل أمام الكونغو الديمقراطي أي بمعنى آخر أنه تم الحديث مع وحيدة ليلوزيج بعد ذلك وإن كان هناك بعض الأمور التي تعاكس هذا الرأي لأنه كما تابعتم كان هناك استدعاء رسمي من الجامعة لحكيم زياش ومراسلة لنادي تشيلسي لم يستجب اللاعب لهذا الطلب ولم يأتي ولم يشارك في مباراة الكونغو التالي اليوم نحن أمام تناقض هذه نقطة النقطة الثانية الوحيد خليلوزيج لا يوجد شخص أكبر من المنتخب الوطني هذا ما نستشف من حديث رئيس الجامعة لكن ماذا لو قال له وحيد نعم تخيلوا معي وعلى علم أن هناك منابر أوروبية وسأعود وإياكم لحرب التصريحات التي بدأت وكلام من هنا وهناك واليوم ربما توضحت الأمور مع كلام السيد الرئيس الجامعة ولكن سنعود لحرب التصريحات ولكن ماذا لو قبل له وحيد خليلوزيج بأن يتم استدعاء مثلا زياش زراوي حمد الله زهير فضال مارش أي اسم يلمع داخل المطولات الأوروبية أو حتى المحلية أو حتى الخليجية على غرار سوفيا الرحيمي وآخرون ماذا لو قبل الرجل بأن يجعل ربما الأمور هكذا مبنية على فعلا على التنافسية وقال أنا أقبل سيعودون مرحبا بهم ما هي الأجواء التي ستكون داخل كتيبة أسود الأطلس كيف سيتم التعامل مع حكيم زياش من قبل المدرب بما أن الرجل حسم موقفه نهائيا وقاله في ندوة صحفية أعقبت كأس الأمم الأفريقية قال أنا لست بيرونار لن أذهب إلى لندن وأحاور زياش من أجل أن يعود الرجل يعني قال ما قاله في زياش لأنه قد يفجر الاستقرار داخل الكتيبة وإلى آخر من الكلام الذي قاله وهما أغضب زياش لأنه حينها لم يجد من يدافع عنه من المسؤولين عن الشأن الكراوي وقال بأن هناك شائعات تخرج عليه مرارا وتكرارا وأنا منها براء هذه الأمور التي ربما جعلت القطيعة تحدث وحتى حين تم الحديث عن وساطة من الحسين خرجة كانت الأمور يعني غير واضحة ويبدو أنه لا توجد وساطة التصريحات الرسمية التي استقاها الجمهور الرياضي من حكيم زياش هي تلك التي خرجت على لسان المهدي بن عطية حين قال أنه من الضروري أن يعود حكيم إلى المنتخب وتحدثت معه وهو إلى آخره حكيم أقصية مع تشيلسي في دور الأبطال لا أعتقد أن هناك لاعب في العالم لا يريد أن يلعب مع منتخبه الوطني في كأس العالم في مونديال يقام على أرض عربية هناك في قطر من طموح أي لعب أن يشارك في المونديال إن شارك حكيم ستكون النسخة الثانية سيعود ربما أداءا باهتا بصم عليه هناك في مونديال روسيا لديه مجموعة جديدة مجموعة شابة فتية بإمكانه أن يلعب دور القائد يعني هناك أمل وطموحات ولكن الرجل القلب العطية بما معنى أنه لن يعود بما أن وحيد خليل وزيج مدربا للمنتخب أي أننا اليوم أمام أهدفين وغايتين الغاية الأولى من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تضع المدرب وحيد خليل وزيج أمام الأمر الواقع بأن التنافسية هي من تحكم لا مزاجيتك في التعامل مع اللاعبين وبالتالي إن لمع زياش سيستدعى زياش نصير مزرع وقع للبيض سيستدعى نصير لأنه يلعب لنادي بافاري نادي عريق نادي قوي نادي له كلمة علية في كرة القدم الأوروبية والألمانية حمد الله قال أيضا الباب مفتوح تحدث عن النرجسية عن حب الذات الغرور بينقى هسين قل ما تشاء ولكن يبقى دائما وأبدا ربما بديلا ذهبيا في خط جمع المنتخب بالنظر إلى قلة البدائل وبالنظر أيضا إلى مرحلة الفراغ التي يمر منها مهاجم المنتخب بيوصف نصيري لعب نادي إشبيليا الإسباني الذي نتمنى له بإذن الله باقي 7-8 جوالات في الدولة الإسبانية أن يعود بقوة قبل المونديال ولما لا يكون أيضا رقما صعبا في التشكيل المغربي التي ستذهب إلى قطر لعب شاب لعب طموح لعب لديه الكثير من الأمور التي بإمكانه أن يقدمها للمنتخب الوطني إذن بعد أن يعود وحيد خلالوزش قبل نهاية شهر رمضان المبارك بأسبوع أكيد ستكون هناك مجالسة ونقاشات ولكن أنا قلت هناك تضارب في الغايات والأهداف يعني قد يقول وحيد نعم حينها من سيضمن لنا أنه سيكون هناك انسجام حتى من العناصر التي كانت في خانة المغضوب عليهم وسيعودون مثلا إن قبلوا بوساطة من هنا أو من حوار مفتوح يفتح مع هؤلاء بالذهاب إلى أنديتهم والجلس معهم أين يمكثون في لندن كانوا أم في برلين ووضع كل شيء على الطاولة ووصول إلى تسوية وجلسة مصالحة هل تبدو على وحيد على شخصية المدرب البوسني ملامح الرجل الذي يسامح لا أعتقد ذلك والدليل أنه حتى في عز نشوة الانتصار بدأ بكيل الشتائم للجماهير المغربية في أرضية الميدان فلا يبدو بأن هذا الرجل بصيرته الذاتية المليئة بالمشاكل مع مجموعة من النجوم في المنتخبات والفرق التي دربها بأنه سيطوي الصفحة هكذا وبأننا سنشاهد حكيم زياش مرتاح حتى وإن عاد في المنتخب وسنشاهد نصير يقدم ألف بالمئة وليس مئة بالمئة وعدد من العناصر التي شعرت بأنها ظلمت لأنها لم تذهب لكان الكاميرون وأخرى أيضا لا تنسجم مع هذا المدرب ولا تريد أن تلعب تحت إمرته مداما هو مديرا للجهاز الفني هذا ربما من من الأمور التي يمكن أن نقول بأنها علينا أن نشير إليها كمحبي للمنتخب الوطني أولا وكأناس لدينا نوعا ما متابعة كانت لسنوات لهذا المنتخب وعرفنا كيف أن تفاصيل دقيقة ربما تبعدنا عن تحقيق الإعجاز وحتى الإنجاز في مجموعة من المسابقات الكروية هذا من جهة من جهة أخرى قد يقول وحيد لا في حالة ما إذا قال لا تلك الأسماء التي شاهدتموها في التسريبات التي خرجت في وسائل الإعلام وهناك منابر فرنسية ربما لديها سلة من هنا وهناك تعلم عبر مصادرها الخاصة لا أقول منابر وطنية لأن التواصل مع الإعلام الوطني قد نقول ضعيف وفي نفس الوقت منهم في في المسؤولية قد لا يثقون بالأقلام والحناجر الوطنية لكي يتم الحديث وإن كان وديا عن مجموعة من الإجراءات كخطة احتياطية قد تكون لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فيما إذا لم يتم التوصل الاتفاق مع وحيد خليل وزدشة الذي دخل هو الآخر في حرب تصريحات وقال لا يهمني ما يصدر من تصريحات من المسؤولين عن الشأن الكروي المغربي بقدر ما يهمه أن يعود ليبدأ العمل من جديد وأواء وأمور كثيرة جدا قال في منابر أجنبية بينما كانت ردا على تصريحات أخرى قال السيد فوزي القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة قدمه التي أسميت أنا بحرب التصريحات تصريح من هنا وهناك جاء بعد الجلسة التي كانت في بداية شهر رمضان المبارك في الثالث من رمضان كما قال السيد رئيس الجامعة لماذا قلت بأن بعض التسريبات موجودة بعض المنابر قالت بأنه لن يخوض المونديال مع المنتخب المغربي بينما الفيفا تتغنى بوحيد في واحد تقرير خرج من موقع الفيفا العبقري الذي حقق الإنجازات بالفعل هو حقق إنجازات أهل الكوديفور للمونديال ولكنه لم يذهب معهم أهل اليابان ولم يذهب معهم وغادر وهوي أهل المغرب لنعلم أن كان سيبقى معنا أم لا خاصة أنه بدأ يلعب على وتر ما حققه مع الجزائر الفترة التي كان فيها مونديال البرازيل 2014 مختلفة تماما على الفترة التي نحن فيها الآن التشكيلة التي خاض بها المونديال مختلفة بلجيكا 2014 ليست هي بلجيكا وصيفة كأس العالم 2018 التي ستكون معنا في المجموعة كرواتيا التي احتلت الرتبة الثالثة ليست هي روسيا التي واجهها المنتخب الجزائري وبشق الأنفس تعادل معها الصفر لمثله وذهب لمباراة مفتوحة مع الألمان نعرف مباراة الدولة الثانية تكون حاسمة اللعب العربي حين يلعب أمام مدرسة أوروبية عريقة ليود أن يعطي أفضل ما لديه فما بالك إن كان لديك جيل ذهبي يتسيده أو يتقدمه محرز إبراهيمي سليماني جابوا يبدأ وأخرون من الأسماء التي صنعت مجد الكرة الجزائرية فلا مقارنة مع وجود الفارق اليوم لديك منتخب شاب تم تكوينه في وقت وجيس لم يصعفه الحظ وأيضا الكوتشنغ وأمور أخرى لها علاقة بالكاستنغ الذي قام به المدرب وحيد خلاله في كأس الأمام الأفريقية ولكنه وقع مع خصم في المتناول في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر وتمكن من العبور بأمان إلى أرض الدوحة إلى مونديال العرب هذه الأمور علينا أن ننساه اليوم التسريبات بدأت بالحديث حتى عن الأسماء لوران بلون المدرب الفرنسي الذي يعيش العطال الآن هذا الرجل سبق أن الجامعة كانت نوعا ما في تواصل معه بان مرحلة رونار حين كان سيغادر الرجل لما أعتقد أن هناك تفاصيل لم يتم التفاهم عليها مع هذا الناخب الفرنسي الذي سبق أن قادر المنتخب الفرنسي وبالتالي تم غض الطرف عن لوران بلون وتعاقد مع وحيد خليلوزج هناك بعض الأسماء التي تطرح رودي جارسيا وبعض المنابر الوطنية تقول بدوزاكي يعني مجموعة من الأسماء المطروحة إن كان وحيد خليلوزج سيغادر يمكن أن تكون هي البديلة لهذا المدرب أعتقد بأنه لحد الساعة لا يوجد تصور واضح حتى بعد مرحلة ما بعد وحيد إن كان سيغادر أنا ما استشفيته في قراءة متأنية لما قدمه السيد فوزي الإقجاع أمام وسائل الإعلام هو أن هناك خطتين الأولى أعود وأكررها تتعلق بأن يتم أخذ المعيار الأساسي والرئيسي لاستدعاء اللاعبين للمنتخب الوطني هو التنافسية بغض النظر عن الخلافات مع أن هذه ربما تهدي بناء إلى أنه وهل هناك معايير أخرى غير التنافسية كانت ربما يتم بناء عليها استدعاء بعض اللاعبين هنا علامة استفهام تطرح في نفس الوقت إن رفض وحيد خليل زج فإن المنتخب لا يقف على شخص وإن كان التغيير في مصلحة المنتخب الوطني فإن التغيير سيتم هذا ما قاله رئيس الجامعة إذن الأمور واضحة وستترجم هذه الكلمات على مهل للمدرب وحيد الذي ربما يرسل رده أيضا مرة أخرى عبر وسائل الإعلام الأجنبية لجامعة الكرة وربما يؤثر الصمت إلى أن يأتي إلى المغرب ويجالس الجامعة ويرى كيف يمكن مداوات تلك الجروح التي كانت مع مجموعة من اللاعبين وهي الطريقة التي ستكون هل الجامعة من تتكفل بالوساطة وتأتي بمصالحة منتظرة مع هؤلاء اللاعبين الذين غابوا عن المنتخب الوطني أبواب المنتخب مفتوحة طيب الآن ربما فترة فراغ أعتقد أن هذه الأيام التي ستسبق مجيء وحيد أي الأسبوع الأخير من رمضان الأيام هذه منذ الثالث من رمضان كان لابد أن تكون مصرحا للتواصل مع اللاعبين قد نقول بأن نصير مشغول بانتقاله إلى البايار زياش كان أيضا مشغول بلقاء قمة مع ريال مدريد من ذهاب وإياغ رفقة ناديه تشلسي طيب ماذا عن حمد الله؟ هل تم التواصل معه؟ بما أن أبواب المنتخب مفتوحة واللعب يسجل في كل المباريات ومتألق مع ناديه الاتحاد السعودي ويقدم موسم أكثر من رائع ولدينا الآن مشكلة في خط الهجوم هل تم التواصل معه؟ هذا سؤال يطرح لكي يتم معرفة ما رأي اللاعب؟ كيف سيدخل المجموعة؟ متى يمكن أن يتم التواصل المباشر بينه وبين المدرب؟ إلى غير ذلك أيضا حكيم قد يكون في مرحلة مقبلة ونصير في مرحلة مقبلة هناك أمر هام مهام جدا أيضا حين نقول بأن صحيح مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار وأي شخص مهما على شأنه هناك تسأل يطرح من سيختار بديل مصطفى حجي في المنتخب الوطني؟ لأننا نحن كمتابعين مثلا للأسود لا نعلم الأسباب التي أدت إلى رحيل مصطفى حجي عن المنتخب تفاجأ الجميع بأنه قبل مباراة الكونغو حجي غير موجود مع العلم أنه يقال أنه أسندت له مهمة أخرى في الإدارة التقنية أو مركز آخر داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طيب منذ ذلك الحين والبوست لفي حجي فيه فراغ طيب هل هو لم يكن يؤدي أشياء ربما في صلب عمله تصب في صالح المنتخب والفراغ الذي تركه لم يؤثر مثلا أم أنه بالفعل تم استبداله بشكل مؤقت بأحد العناصر الموجودة في الطاقم الفني للمنتخب الوطني وسيتم تعويضه باسم آخر اسم قد ينتمي إلى ذات الصفة المعنوية التي يحملها مصطفى حجي أي أنه نجم سابق للكرة الوطنية أن الرجل الذي سيكون مكان مصطفى حجي لن يكون بوسني أو فرنسي أو بلجيكي أو هولندي يأتي به السيد وحيد هذا سؤال يطرح طيب إذا كان سيعين شخص من سيعينه من سيختاره وما هي هوية هذا الشخص هل هو نوردين نيبت هل هو المهدي بن عطية هل هو جواد الزيري لا نعلم وملاحظة أخيرة وبسيطة يعني يقال الشمس لا تغطى بالغربان طيب نحن لدينا أمثلة حية هذه لأخر مرة سأقولها لدينا أمثلة حية نجحت في عالم كرة القدم مع منتخبات أفريقية عربية عالمية مع أندية أيضا هم من الجيل الذي له ربما عقدين من الزمن أو أقل غادر عالم كرة القدم أو حتى أقل بكثير ربما عشر سنوات ونجح مع منتخبات مع أندية وحقق أمجاد لا تنسى بغيت الأسماء نعطيكو تشافي اليوم الذي يبني نهضة حقيقية في نادي برشلونا قلنا جمال بالماضي مع الشقيق الجزائر قلنا اليوسيسي مع السينيقال حدث ولا حرش لا أريد أن أروج لإسم دون غيره ولكن أقول فقط وسعوا المنظار ستشاهدون أسماء بإمكانها أن تكون في حالة لم تتوافقوا مع واحد خالي لزج أن تكون لديها القدرة على قيادة المنتخب في هذا الوقت الذي تشيرون بطريقة أو بأخرى كجهاز مسؤول عن كرة القدم المغربي بأنه ضيق حتى هو لا يوجد تواريخ في فكثير إذن ما الأفضل؟ أنا أأتي برودي كارسيا أم أأتي بلورانبلون أم أأتي بفلان أم علنتان أم أأتي بواحد سبق له اللعب في المنتخب الوطني يعرف الأجواء يعرف الكرة المغربية يتابع اللعبين المغاربة قريب منهم في السن طريقة التفكير واحدة سبق له أن احترفه في أوروبا هناك أسماء كثيرة جدا وحازت على دبلومات في التدريب وأن يجمع معه طاقما تقنيا ربما يحافظ على الطاقم وحيد ولا يجيب طاقم آخر هناك مدربين في اللياقة البدنية هناك مجموعة من الأسماء في الكوتش مونطال ولا في الأمور التكتيكية مونتاج الفيديو أمور كثيرة جدا من المكونات الخاصة بالطاقم التقني للمنتخب الوطني بإمكانها أن تكون في طاقم فني مغربي لم لا مئة بالمئة بلد أربعين مليون فيه كفاءات رياضية لا نبقى وننتظر مدرب يأتينا من هذه المدرسة أو تلك وفي بعض الأحيان كانت الحجة هي لغة التواصل جو اللاعبين يتحدثون الفرنسية لا بد أن يكون مدرب من المدرسة الفرنكفونية أو الفرنسية هذه الأمور أصبحت متجاوزة اليوم والدليل أنكم جئتم يعني بوحيد حتى وإن كانت لغته الفرنسية جيدة ولكن لا يحمل تلك الثقافة التي يتمتع بها أبناء المدرسة الكروية الفرنسية أو حتى البلجيكي التي تتعامل مدرسة فرنكفونية بكل ما تحمل من مقيس ومعايير خاصة فأعتقد أن الأمور مفتوحة على كل احتمالات نتمنى أن لا نتسرع نتمنى أن يكون هناك قرار دائما وأبدا كما قال السيد الرئيس الجامعة في مصلحة المنتخب الوطني لأننا أيضا من بين الأصوات التي تتحدث لا لشيء فقط من باب غيرتها على مستقبل الكرة الوطنية وبأن المنتخب الوطني إذا نجح وقدم إنجازا ما في مونديا القطر صدقوني سيكون محفزا للخلق والإبداع من كل مكونات المشهد الكروي المغربي تحياتي لكم وشكرا على وفائكم وإلى اللقاء إن شاء الله مع فيديو جديد